أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و780 حالة شفاء و17 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدات والمستفيدين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 408 235 شخصاً وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19 أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 474 379 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس الماضي ومجموع حالات الشفاء التام إلى 453 300 وحالتين بنسبة تعاف تبلغ 95.6% فيما ارتفع عدد الوفايات إلى 8368 حالة بنسبة فتك قدرها 1.8%